اشتركوا في القناة في شؤونك إلا إذا اشتد المرض فأعياك عندئذ فاقعد له فاستره امشي بذائك ما مشى بك يعني ما احتملته امضي في شؤون حياتك فإذا اشتد وأجلسك فاجلس وقال أفضل الزهد إخفاء الزهد لماذا؟ لأن الزهد كالعبادة قل أن يسلم ممن أعلنه خوفا من الرياء البعض يرائي بالعبادة كما أن البعض يرائي بالزهد فأفضل الزهد إخفاء الزهد إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتق وقال الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر والضمير هنا راجع إلى الله تبارك وتعالى فالله تعالى ستر مخازي وعيوب عباده حتى ظن أنه غفرها الحذر الحذر فوالله لقد ستر يا الله يا ستار حتى كأنه قد غفر وفي نص يتحدث عليه السلام بوضوح تام عن دعائم الإيمان والكفر فلابد أن نلتفت بدقة لما يقول قال الإيمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد والصبر منها على أربع شعب على الشوق والشفق يعني الخوف والزهد والترق فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار يعني خاف من النار اجتنب المحرمات ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات ومن ارتقب الموت سارع في الخيران هذا فيما يتعلق بالصبر أما اليقين واليقين منها على أربع شعب على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة يعني الوصول إلى دقائق الحكمة وموعظة العبرة يعني الاعتبار والاتعاظ بأحوال الذين سبق وسنة الأولين يعني طريقة الأولين فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين هذا فيما يتعلق باليقين أما العدل والعدل منها على أربع شعب على غائص الفهم وغور العلم يعني أسراره وباطن العلم جوهر العلم وزهرة الحكم أي حسنه ورساخة الحلم فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم ومن حلم لم يفرد في أمره وعاش في الناس حميدة الآن وصل إلى الجهاد والجهاد منها على أربع شعب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن يعني في مواطن القتال يعني الثبات في ساحة المعركة وشنآن الفاسقين أي بغض الفاسقين هذا من أركان الجهاد أن تبغض الفاسقين فمن أمر بالمعروف شدى ظهور المؤمنين ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة والكفر على أربع دعائم على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق المقصود هنا بالتعمق هو البحث في الأمور التي لا تغني في أمور الأوهام في أمور التي لا يصل إليها الإنسان بعقله فإنه يتعمق من دون أن يكون ذلك بناء على قواعد يقيني والتنازع والزيغ الزيغ هو الحيدان عن مذهب الحق والشقاق هو العناد فكم من الناس آمنوا ولكن عناداً كفروا آمنوا بها تيقنوا بها ولكن جحدوا بها في نفس الوقت فمن تعمق لم ينب يعني لم يرجى من أنابة يرجى فمن تعمق لم ينب إلى الحق لم يرجى إلى الحق ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة ومن شاق وعرت عليه طرقه يعني خشنت عليه الطرق لم تكن سهلا وأعضل عليه أمره يعني اشتد وعجز وضاق عليه مخرجه والشك بعدما تحدث عن دعائم الإيمان عن دعائم الكفر الآن عن الشك والشك على أربع شعب على التماري والهول والتردد والاستسلام التماري هو الجدال ليس لإظهار الحق بل لإظهار قوة الجدال للجدال فقط ليس الهدف هو إظهار الحق والهول هو مخافة الأمر الشخص الذي لا يثق بدينه لا يثق بأحكام الله فإنه يكون خائفا وعلى شك فالشك على أربع شعب على التماري كثرة الجدال بغير حق والهول هو الاندهاش بكل شيء من دون أن يثبت حكم الله تعالى لا ثقة له والتردد هو الذي يتردد كثيرا ولا يحسم أمره والاستسلام فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله الديدن هو العادة يعني الذي كان من عادته كثرة الجدال والجدال والجدال لم يخرج من ظلام الشك إلى نهار اليقين فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله ومن هاله ما بين يديه نقص على عقبيه ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين هذا الذي لا يحسم الأمور ودائما يتردد ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما وقال عليه السلام فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه وقال كن سمحا ولا تكن مبذرة وكن مقدرة هو الذي يقدر الأمور هو الذي ينفق مقتصدا وكن مقدرة ولا تكن مقطرة هو الذي يكون بخيلا وقال أشرف الغنى ترك المنى يعني الأمور التي هي أمنيات كثيرة لأن من زهد بشيء استغنى عنه فأشرف الغنى يعني أغنى الغنى وأفضل الغنى ترك المنى الزهد بها كما تقدم من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون من أطال الأمل أساء العمل يعني من كان له ثقة بحصول الأمان بدون عمل فإنه لن يصل إلى شيء وقد أساء في عمله وقال عليه السلام وقد لقيه في الطريق عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار الدهاقين هم زعماء الفلاحين يعني مثلا الملاكون أو مثلا الإقطاع الذين يملكون الأراضي والأنبار هي من بلاد العراق وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجلوا يعني نزلوا عن خيولهم واشتدوا بين يديه أسرعوا ووقفوا أمامه بقوة كأنهم يريدون أن يتخضعوا له فسألهم علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه ما هذا الذي صنعتمون لماذا نزلتم وجئتم مسرعين وشددتم بين يدي فقالوا خلق منا نعظم به أمراءنا فقال والله ما ينتفع بهذا أمراءكم وإنكم لتشقون به على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في أخراكم وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من النار وقال عليه السلام لابنه الحسن يا بني احفظ عني أربعة وأربعة لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحم وأوحش الوحشة العج يعني الذي يعجب بنفسه لأن الناس عندئذ تمقطه فلا يكون له أنيس بل بات في وحشة دائمة وأوحش الوحشة العج وأكرم الحسب حسن الخلق يا بني إياكا ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياكا ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه وإياكا ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه وإياكا ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد إذا أضرت بالفرائد وقال عليه السلام لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه وعلق الرضي على ذلك قال هذا من المعاني العجيبة الشريفة المقصود هنا أن لسان العاقل تابع لقلبه وكأن قلب الأحمق تابع للسانه فلسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه لأن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد روية وتفكر أما الأحمق فإن لسانه يسبقه وتخرج منه فلتات كلامه قبل أن يراجع فكرة وورد في هذا المعنى عنه عليه السلام قوله قلب الأحمق في فيه يعني في فمه ولسان العاقل في قلبه ومعناهما وح وقال عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها في مرض جعل الله ما كان منك من شكواك حطا لسيئاته فإن المرض لا أجرى فيه هنا المقصود لا أجرى فيه لأنه لم يكن بفعل الإنسان إنما هو مقدر عليه فهو لا أجرى فيه ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيد والأقدام وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة فإذن عندما قال إن المرض لا أجر فيه لأن المرض ليس من أفعال العبد لله حتى يؤجر عليه إنما هو من أفعال الله تبارك وتعالى بالعبد التي ينبغي أن يتحملها فهي من جملة البلاء وقال عليه السلام في ذكر خباب خباب التميم هو من فقراء المسلمين وكان في الجاهلية حدادا يعمل السيوف وهو قديم في الإسلام يقال أنه من الأوائل وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد وقد عذب في الإسلام وتحمل كثيرا حتى في مرة من المرات سأله عمر أيام خلافته ما لقيت من أهل مكة فقال الخباب انظر إلى ظهري فنظر فقال ما رأيت كاليوم ظهر رجل قال الخباب أوقد لي نارا وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري أطفأت النار بظهري فعلي عليه السلام عندما ذكر الخباب قال في شأنه رحم الله خباب بن الأرت طبعا هو تميم فلقد أسلم راغبة وهاجر طائعة وقنع بالكفاف الكفاف هو العيش الذي يكفي الحاجة فقط مقدار الضرورة وقنع بالكفاف ورضي عن الله وعاش مجاهدا وقال عليه السلام طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساف وقنع بالكفاف ورضي عن الله ومما روي عنه عليه السلام لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني الخيشوم هو الأنف لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق وقال عليه السلام سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجب لأن الحسنة ربما تجر إلى العجب فيكسب من ورائها السيئات أما السيئة ربما تبعثه على التوبة إلى الله تبارك وتعالى سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك ربما يدخل لك من العجب الكثير من الآثة وقال عليه السلام قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مرؤته وشجاعته على قدر أنفته وعفته على قدر غيرته وقال عليه السلام الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار وقال احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع هنا ليس المقصود بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس من أجل الطعام إنما المقصود هو احذروا صولة الكريم عند الظلم إذا ظلم فإنه لا يمكن للكريم أن يسكت عن الظلم إذا أهين واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم لأن اللئيم لا يكرم وفي هذا قال الشاعر في المعنى الأول عن الكريم الذي لا يسكت عن الظلم قال لا يصبر الحر تحت ضيم وإنما يصبر الحمار وفي معنى الآخر وهو اللئيم إذا أكرم قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم ثم عليه السلام يقول قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه تماما عندما نقول أن هذا حيوان وحشي ثم أصبح أليفا فبالإلفة والإحسان والمحبة وفعل الخير تستطيع أن تؤلف قلوب الناس ترجمة نانسي قنقر